أسعار فحوصات البي سي آر صارت توصل لأرقام خيالية تتراوح الأسعار بين 200 ألف ليرة وممكن توصل لـ 100 دولار ببعض المستشفيات والمختبرات لما يطلب شخص بي سي آر بالبيت بينزيد على سعر البي سي آر كلفة النقل وهالأرقام معقول تتفاوت بين مركز وآخر أنا أعمل بالبيوت بي سي آرات إيامه هيك بنتزيد شوية حسب الترانسبورات وحسب البنزين أداء حسب أي منطقة حسب الترانسبور مثلا إذا قريب علي بالمنطقة أو حد بي سي آر بيخد 50 ألف زيادة بنزين مثلا إذا شوية تلوه بيخد مثلا مية بس هي غير يتقاك عن قبل كتير يعني أنا مش قدرت طب مثلا حسبها هلأ لقطة كورونا طلعت بوزيتيف بديك تجعل عيد البي سي آر هو ذاته ويمكن عائلة عندك بقلب البات يعني هالأ حالة بديك تقولش هي مليونان 200 بي سي آرات حسب كبر العائلة بالرغم من أنه حددت نقابة أصحاب المختبرات كلفة تفحص البي سي آر بميتان ألف ليرة كحد أقصى إلا أنه عم بتغض النظر عن المختبرات اللي رفعت تسعي ريتا لأن الكلفة بطلت توفي نقابة حددت ميتان ألف ليرة كحد أقصى لسعر البي سي آر إنما هيدا كانت القصة من أكتر من ثلاث تشور من أربعة تشور وبهالوقت صار في تفلط لسعر صارت الدولار يعني صارت الدولار بثلاثة وتلاثين ألف ونحنا بنشتري كل المواد تبعنا بالسعر الغالي من المستوردين نحنا بحاجة منموم لخمسة دولار اليوم حتى نجري الفحص البي سي آر بعد ما حطينا ولا هاي مش ربح لألنا بدك تحسبين أنه فيه ماء فيه كهرباء فيه موظفين فيه أجارات نحنا مش عم نشتغل ببليش بالأخير بده يكون فيه شوي مثل هاي مش ربح لبختبرها اللي عم يجري الفحص كلفة فحص البي سي آر العادة بتتراوح بين خمسة وستة دولار أما الفحوص اللي بتصدر نتائجة بسرعة فبتطلب كويشف أغلى وبتتراوح كلفة بين 30 و40 دولار ولكن بعض المستشفيات والمختبرات بتسجل نسبة ربح بتتخطى لخمسين دولار وبعد ما فرض فحص البي سي آر مرتين بالجمعة للأشخاص غير الملقحين كيف ممكن للشخص أنه يتحمل كلها التكاليف وين دور وزارة الصحة ونقابة أصحاب المختبرات بمرائبة أسعار البي سي آر ومنع فرض أرباح بنسب عالي جدا تحت حجة الدولار ترجمة نانسي قنقر